وللمزيد ينضم إلينا من العريش مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية الآن الصحفي وائل الدحدوح هنا في مصر لتلقي العلاق ضعنا في المزيد لديك حول ردود الأفعال على هذا القرار وعلى هذه الخطوة وأيضا ما يتم في إطار دخول المساعدات المصرية إلى قطاع غزة بعد التحية يوسف بالتأكيد هذا هو الخبر الجديد اليوم هو وصول الصحفي الأساذ وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج بالتأكيد نجاح السلطات المصرية كان له ردود الفعل الكبيرة التي بدأت بالشكر من الصحفي وائل الدحدوح شخصيا والذي قدم الشكر للسلطات المصرية على الجهود المبذولة في إدخاله ووصوله إلى معبر رفح البري وثمن هذه الجهود ووجه الشكر أيضا لكل الصحفيين ولنقابة الصحفيين على التعاون والتنصيق أيضا لإنهاء الإجراءات ودخوله عبر معبر رفح البري وأكد أنه سيسافر إلى الخارج لتلقي العلاج ثم سيعود مرة أخرى لممارسة عمله وتمنى بالطبع أن ينتهي هذا العدوان على قطاع غزة بالجهود المصرية وبالمساعي المصرية مع بالطبع الدول الأخرى هذا الخبر بالتأكيد لقى ردود فعل كبيرة حتى في الوسط الصحفي ما بين الصحفيين والمراسلين سواء هنا حتى في مدينة العريش أو المتابعين للملف هنا في مدينة العريش أو حتى نقابة الصحفيين التي بالطبع وجهت الشكر للسلطات المصرية بنجاح دخول الصحفي وائل الدحدوح وكل المراسلين والصحفيين أيضا يعني بدورنا نوجه كل الشكر والتقدير للسلطات المصرية على النجاح في هذا الأمر لأن الصحفي وائل الدحدوح طبعا يعني يحتاج إلى رعاية وإلى علاج كامل خاصة في بعض الإصابات الصعبة في اليد فبالتالي هو وصل بالفعل إلى مدينة العريش ثم توجه إلى مطار العريش وانتقل إلى دولة قطر لتلقي العلاج هناك فبالتأكيد يعني هذه جهود مصرية كبيرة لتقدمها لكل الأشقاء الفلسطينيين وبالتأكيد للصحفي وائل الدحدوح الذي بالتأكيد يعني قدم رسالة هامة وأيضا يعني ما تعرض له من فقد أسرته وهو يعني يصطحب بعض من أفراد أسرته خلال هذه رحلة العلاج هذه إلى دولة قطر هذا بالإضافة إلى بالطبع يعني الجهود المصرية المستمرة لدخول المساعدات الإنسانية وأيضا استقبال الجرحة والمصابين نحن نتحدث اليوم عن حركة كبيرة داخل المعبر فيما يتعلق بتقديم كل الخدمات للمصابين المعبر اليوم استقبل 22 مصابا بالإضافة إلى 43 مرافقة لهؤلاء المصابين بيتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفيات المختلفة لتلقي العلاج على حسب الحالات أو الإصابات للمصابين بها بالإضافة بالطبع إلى الاستمرار في دخول الشاحنات نتحدث عن أنه اليوم عن 119 شاحنة توجهوا بالفعل إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 93 شاحنة توجهوا إلى منفذ العوجة للإخضاء لعملية التفتيش ثم الدخول إلى قطاع غزة أيضا هناك بعض الوفودة التي تتجه من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة اليوم كان هناك وفد من الصليب الأحمر يتكون من 11 شخصا توجهوا بالفعل إلى قطاع غزة وكل يذهب للقيام بالمهام المكلف بها تجاه طب الطبع الأشقاء في الفلسطينيين والوضع هناك في غزة بالإضافة إلى أن المعبر ومدينة العريش أيضا تستعد لاستقبال الزيارة الهامة غدا للوزيرة الهولندية سيجرة كاغ منصقة الشؤون الإنسانية وأعادة الإعمار في قطاع غزة والتي تم تعيينها من قبل الأمم المتحدة بالتأكيد هذه الزيارة ستكون هامة ستبدأ من مطار العريش ثم تفقد المركز الاستراتيجي للهلال الأحمر حيث تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية ثم ستتوجه إلى معبر رفح لتفقد الشاحنات ودخول المساعدات وبالتأكيد الجميع يأمل أن تكون هذه الزيارة تطورات إيجابية في دخول مزيد من المساعدات الإنسانية نعم هي زيارة مرتقبة مهمة كما ذكرت زميلي محمود جميل كنت معنا مباشرة من العريش شكرا جزيلا لك